بسم الله الرحمن الرحيم ايه افضل برامج معمارية طبعا الكلام ده لو واحد مهندس معماري او طالب في هندسة معماري اتمنى البرامج ده هتفيدو البرامج مش بيتقلها بالترتيب فمحدش يقول لا ده ده قبل ده انت لو فيه برنامج شايف انه مهم او اهم او متقلش اكتبه في التعليق بتاعت الفيديو ونبدأ نشوفه ان شاء الله مع بعض من البرامج المهمة جدا جرافي سوفت اركي كاد برنامج اركي كاد من البرامج القويه جدا وحلو جدا في تو دي و سري دي وبشتغل كاد وبشتغل بيم ومن البرامج السهل في الاستخدام يمكن هو بش منتشر لان اتو ديسك بتعرف تعمل دعاية كويسة فهو بش منتشر في الخليج هو بشتغل معماري كويس وفي بعض الادوات للكاهرومنجانكال وبعض الادوات الانشائي بس صراحة ما اقدرش مانس انشاء اعتمد عليهم اعتماد تام فالمكاتب اللي بتشغل معماري بس برنامج ده من برامج كويسة جدا فيه برده برنامج اخر اللي هو برنامج الريفت تمام برنامج الريفت من البرامج من البرامج الكوية وطبع اوتو ديسك ومشهور مطلوب في السوق من البرامج اللي بعد كده تشوف ارتكت ده برامج التصميم المهمة وبي صامم حاجات بين سواسية الابعاد وفيه ادوات كويسة جدا وسهل انه ستشغل عليها فيه بعد كده برنامج الاوتو كاد ارتكتشار ده نسخة كتعملها اوتو ديسك جابت الاوتو كاد وحطت بعض الادوات اللي بتخليك ترسم بواب وشبابيك وحطان فهو برنامج لذيذ وسهل جدا لو حد شغال الاوتو كاد سهل جدا انه يبدأ يتعلم عليه فيه برنامج برضه فيكتورورك ارتكت فيكتورورك ارتكتشار من برامج القوية برضه ومن برامج البم المحترمة فيه صفت بلاند بيعمل برضه نمزاجة المباني وسهل وبيديك بعض الادوات القوية اللي انت ممكن تحتاجها في التصميم فيه عندك برنامج سهل جدا اسمه سكتش اب ومشهور بسهولة جدا تقدر تتعلمه ممكن نعطيك التلات اربعة تيانت لنفسك اتعلمته واشتغلت بيه ولذيذ فيه مايكرو ستيشن عاملين برنامج هو ايكو سيم هتلاقي برضه موجود عندي هتلاني انا شرح طريقا اغلب البرامج ديت كل البرامج دي مفيدة جدا ما تنساش طبعا الماكس لازم تكون بتعرف تشغل على الماكس وتعرف تعمل رندر على في راي الحاجات دي كويسة جدا للمهندس المعمري دي اهم البرامج مش بالترتيب لو عندك هاي حاجة اكتبها في التعليق و حاول تركز على برنامجين ثلاثة تسكنهم ويكونوا بكملوا بعض يعني ممكن تاخد مثلا الاركي كاد مع برنامج تاني مثلا ممكن مش لازم سري دي ماكس ممكن تاخد معه مثلا ممكن بلندر يعمل لك لندر محترم سيليما فور دي يعمل لك لندر كويس ممكن تاخد مثلا الريفت مع سري دي ماكس يعني تعمل خلطة كده بين البرامج التي تتعرفها كل تكون بكمل بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة